تخيل كده تعمل فيديوهات للبيكفوت بيتكلم وبيعمل مغامرات ويتصور ويلعب يوجه. الموضوع مش صعب بس الفكرة ازاي هتقدر تجيب بيكفوت وتخليه تكلم ويعمل لك اللين تعاوزه. والبيكفوت ده كائن شبه الارد والبني ادم ويقال انه اسطوري. ده اللي انا شفت بالفعل في قناة اسمها على اليوتيوب لما لقيت فيها فيديوهات لبيكفوت بيتكلم ويلعب يوجه ويتصور. قناة بقى لها اقل من سنة قدرت تعمل مية تنين وسبعين الف مشترك من ستة وسبعين فيديو فقط. وعملت حوالي عشرة مليون مشاهدة. وبما انها قناة اجنبية في المتوسط ربحها حتى الان يصل من سبع تلاف دولار لعشر تلاف دولار. وسؤال هنا هل ان هقدر اعمل فيديوهات زي دي? اه اقدر. مع تدور كبير اللي شوفناها في الزكاية الاصطينية اصبح الموضوع اسهل بكتير. بس هنرجع لسؤال مهم جدا. هل الفيديوهات دي بتكسب او اصلا اليوتيوب هيقبالها في تفعيل الربح? عرفتك قبل كده على اداة مهمة اضيفها للمتصفح الخاص بك اسمها تقدر من شاء الله تعرف ازا كان القناة بتحقق ربح او لا. ولما جربت الاداة دي كانت المفاجأة. فعلا القناة بتحقق ربح. فكان لازم اعمل التجربة دي وعلمك ازاي تعمل الفيديوهات دي. ولو عملتها بنفس الطريقة هتقدر تحقق ارباح كبيرة لانها هتتحسب كقناة اجنبية. والارباح فيها بتبقاها عالية جدا. كل ما عليك دلوقتي تجهز مشروبك المفضل. وتركز معي وتتفرج للاخر. فلو هتكمل معي دوس لايك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنعملها هنروح على موقع تشاج بي تي. نقدر تدخل على تشاج بي تي من خلال جوجل هنكتب تشاج بي تي في البحس. هيجيب لك الرابط الاول ده. هتدخل عليه اول ما تسجل حسابها هتفتح معك الصفحة الرئيسية بالشكل ده. هنا طبعا بنبدأ ان احنا ندي اوامر لتشاج بي تي. وانا هنا مجهز لك تلاتة برومت هنستخدمهم في عمل الشغل بتاعنا النهاردة. ممكن نزود عدد البرومتس ولكن ده اللي احنا هنستخدمه النهاردة. فهتروح هنا تاخد اول برومت بالشكل ده. وهرجع بعد كده له تشاج بي تي. وهجي هنا هضيف البرومت بتاعه. البرومت بتاعي ده بطلب من تشاج بي تي ان هو يحللي فيديو معين. طب ايه بقى الفيديو ده? هنرجع للقناة اللي احنا عايزين نعمل فيديوهات زيها. وهنختار فيديو من الفيديوهات اللي موجودة. مسلا هختار فيديو زي ده. اضغط عليه كليك يمين. كوبي لينك ادرس. وهرجع تاني له تشاج بي تي. وهضغط كليك يمين تاني. هضيف هنا الفيديو. وبعد كده هتدله الامر ان هو ينفز اللي انا طلبته منه. طبعا هنا انا اكاتب بلغة انجليزية. بما اننا هنعمل كل حاجة بلغة انجليزية عشان يطلع معنا بشكل كويس. هنا اطلاحز ان هو جاب الفيديو هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا هنا كل التفاصيل بالشكل ده. لو انت محتاج التفاصيل تكون بلغة الانجليزية ممكن نقول له اكتب التفاصيل بلانجليزية بحيس يكون كل حاجة معك بلغة الانجليزية. اكتب التفاصيل. بالانجليزية. على طول هيبدأ لنا نفس الكلام ولكن باللغة. عشان تبقى فاهم بس هو بيبدأ ان هو يزبط لك كل الهايك الخاص بفيديو. بحيس يجب لك المقدمة واللقاء والرد والمواجهة ويجيب لك كل تفاصيل خاصة بالكصص اللي موجودة في الفيديو. هنا انا برضو هنا كتبها لي باللغة الانجليزية بالشكل ده. هنيجي بعد كده نروح نجيب البرومت الثاني اللي انا مجهزه لك وهنحدده بالشكل ده. وهنا في البرومت ده هنطلب من ان هو يعمل لنا فيديوهات مو شابهة ولكن تكون مختلفة. هنا طبعا طلبت منه ان هو يعمل لي تلاتة او تلاتة سكريبتات. يكون الفيديو مدته تماني ثواني وهنرعف ليه تماني ثواني بعد كده. ويكون مسلا هنا عندنا من ستة لتمن مشاهد مختلفين. وبعد كده هضغط على ارسال وتعا نشوف هينفز لنا الامر ازاي. هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا هنا يعني نفس التفاصيل جديدة يعني بحيث ان انت ممكن تستخدمها في عمل الفيديوهات. بدأ يكتب تفاصيل بشكل آآ مختلف شوية. طبعا هيجي حد يقولي طب احنا هنعرف نعمل فيديوهات زي دي ازاي. هقولك دلوقتي وده اللي هيبان في البرومت الثالث اللي انا امجهزه. بعد من خلص التفاصيل دي هارجع تاني اخد هنا البرومت الاخير. وهنا ان انا هطلب منه مسلا آآ فيديو معين بعنوان معين عشان ينفزه لي. فهنا هنا هكتب له هنا الفيديو وان اللي انا محتاجه. لان هو مسلا يكون بيلعب يوجا. فهيبدأ ان هو يعمل لي آآ تفاصيل عن الفيديو. في نفس الوقت هقول له يعني انا انا عايز اقدر استخدمه على وبعد كده هضغط على ارسال. تعال نشوف النتيجة هتكون عاملة الساعة. بدأ دلوقتي ان هو ينفز التفاصيل وكتب له هنا الفيديو وان بالعنوان الخاص به. وهيبدأ ان هو هيكتب له هنا بالشكل ده. ده بقى اللي انا هقدر استخدمه او هنا اكتر من المشهد كمان هو في عمل الفيديوهات بتاعتي. عمل مشهد الاول المشهد التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع تمن مشاهد اقدر استخدمهم في عمل الفيديو بتاعي. طب ازاي بقى هقدر اعمل ده. هنا طبعا بناخد الكلام ده وهنتوجه به لموقع لعمل الفيديوهات وطبعا هنستخدم ولكن ليه ما انا بالشكل ده لو انا خدت البرومت بالشكل ده ده برومت هيجيب لي او هيعمل لي فيديو بدون صوت. انا محتاج بقى ان تكلم فلازم اضي امر تاني ان هو يضيف لي تعليق صوتي. حاجة هنا بقى هضيف له برومت جديد تعال برضو هضيف البرومت ده هنا عشان ما انساش اضيفه لك. وهو ان انا هقول له ضيف لي لكل نص من او كل برومت من برومت سلينا عملناه. حاجة هنا هضيف الامر تاني اهو لتشات جيبتي. اوكي يعني عايز يضيف نص لكل معمول. وادغط على ارسال تعالي شروف هينفز لنا الامر هيبدأ دلوقتي ان هو يكتب لي تاني كل حاجة. هنا زي ما احنا شايفين هنا بدأ في ان هو هيكتب لي البرومت وبعد كده هيكتب لي بس طبعا هنا لاحظت ان هو كاتب البرومت لوحده والفويس اوفر لوحده. فانا محتاج ان هو يكون على بعضه فهقدله امر كمان. عشان ما صعبش الامور فانا هكتب الامر باللغة العربية. هقول له اريد كتابة البرومت والتعليق الصوتي في نص واحد. وضيف كلمة عشان يبقى ان هو هيتكلم وهدغط على ارسال. تعالي نشوف هينفز هولنا ازاي. بدأ دلوقتي ان هو يكتب لي التفاصيل هنا بالشكل ده. اهو هنا البرومت وهيجي هنا الكلام هيقول لي الكلام بالشكل ده. طبعا عشان الكلام كله على بعضه باللغة الانجليزية فالموضوع هيبقى سهل. واحنا بنجي نعمله في الفيو ثري. اصبح عندي هنا المشاهد بتاعتي جاهزة بالشكل ده. فاضل التنفيذ. فهنيجي هنا ناخد برومت برومت وهنحدده بالشكل ده. وهنتوجه بعد كده للفيو ثري. هروح على جوجل واكتب في البحث وهاجي هنا اضغط على الجيميناي هيفتح معايا بالشكل ده. طبعا عشان تستخدم لازم تكون عندك حساب برو. وعشان نعمل حساب برو انا نكون نتعامل اكتر من فيديو وشراحت فيهم ازاي ان احنا ممكن نحصل على حساب جيميناي برو. نقدر من خلاله نستخدم الفيو ثري. فلازم تشوف الفيديوهات اللي انا هسيبها لك في الفيديو او ممكن تزهر قدامك دلوقتي على الشاشة. عشان تتعلم ازاي يكون عندك حساب جيميناي برو تستخدم من خلاله الفيو ثري. كل ما عليك ان انت هتيجي هنا تضيف اللي انت جهزتك. هاجي هنا بكل بساطة اضيف اول انا جهزته وبعد كده اضغط على الفيديو والمفروض ان هو هيبدأ يعمل لي الفيديو مجرد ما ضغط على ارسال. هيبدأ دلوقتي ان هو ينفيز للفيديو هيطلع معانا بالشكل ده. تعال بقى نشوف النتيجة بعد ما طلعت هنشغل كده. بصراع النتيجة جامدة جدا فجأة عملنا هنا فيديو ليه بيك فوت وبتكلم معانا. نقص بس ان احنا نزود المشاهد. طبعا فيه تركية بسيطة كده في الموضوع ده ان الشخصية ممكن اه ما تكونش سابتة ولكن هي شخصية هي كلها شبه بعضها. فانت حتى لو عملت فيديو تاني وتفاصيل مختلفة اه مش هيبقى نفس الشخصية بالظبط. لكن عشان هي شخصية واحدة فبتكون كلها شبه بعضها. فانت بعد كده هتعمل ايه? اولا انت هنا هتحمل الفيديو ده. وهنرجع بعد كده تاني للجيميناي. وهنجيب التاني. هنحدد التاني بشكل ده كوبي. وهنرجع للجيميناي. وهنجي هنا نضيف في البرومت التاني. وانا ضغط على ارسال. طبعا هو هيديني تقريبا حوالي تلت فيديوهات يوميا او اربعة على حسب الاستخدام. لكن انا ممكن استغلل ازا كان عندي اكتر من حساب واعمل فيديوهات او ممكن استنى اليوم تاني. عشان في ناس هيقابلها المشكلة دي. هيقول لي دي مش بيديني غير تلت مرات بس او اربع مرات بس. فانت اما هتعمل اكتر من حساب او اكتر من دعوة. لكذا حساب او انك هتستنى اليوم تاني. بنفس الطريقة قدرت ان انا اعمل اكتر من فيديو. وعشان انت تحمل فيديوهات دي كل ما عليك ان انت بتروح على العلامة دي. ولما تضغط عليها بيحمل معاك الفيديو. جامعة الفيديوهات بتاعت هنا كلها هنا مجمع بعضها. بحيس ان انا اخدها بعد كده واجمعها في فيديو واحد. والخطوة اللي بعد كده خطوة بسيطة تقدر تعملها باي برنامج. وهي خطوة المونتاج. انا بريمير برو من اقوى برامج المونتاج في العالم ان لم يكن اقواهم. برنامج او جدا تقدر تعمليه منتاج. فلو انت بتعرف تستخدمها اعتقد ان انت تقدر تستخدم اي برنامج تاني. هنا هروح اسحب الفيديوهات اللي انا محتاجة اجمعها وهاجي هنا هضيفها للتايم لاين الخاص بادوب بريمير برو. هتظهر عندي هنا بالشكل ده. كل ما عليك ان ان انت هترتبها بالشكل المناسب. فهنيجي هنا نشوف الفيديو الاول والتاني على حسب انت عايز تعملها ازاي. هي الفيديوهات هتبقى ماشية بشكل عشوائي مش مشكلة. فهنيجي هنا نرتبها زي ما انت عايز مسلا الفيديو ده ممكن نعمل ده آآ بعده او ممكن نعمله في الاول. ممكن نعمل ده كمان. يعني نعمل كزا فيديو بشكل مناسب بحيس نجمع كل فيديوهات مع بعضها. فهنيجي هنا بعد ما نجمع كل فيديوهات بكل بساطة هنروح نضغط على اكسبورت. وبعد كده بتعمل اكسبورت الفيديو بتاعك عن طريق ان انت بتيجي هنا بتختار ال H64 وبتكتب الاسم اللي انت محتاج تستخدمه او اسم الفيديو يعني. وبعد كده بنضغط على اكسبورت. وتلك اياه هيطلع معاك الفيديو في النهاية بالشكل ده. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبكده بانا وصلت معاك لنهاية الفيديو النهاردة. عرلمتك ازان انت ممكن تعمل فيديوهات بشكل جديد. تقدر تعمل بها قنوات اجنبية تعمل بها ربحة كويس جدا. لو عايز تتعلم اكتر عن الذكاء الصناعية ريت تشترك في القناة فعز الجرس علشان وصل لك اشعال بكل الفيديوهات. ولو عجبك الفيديو يس لايك ويسيب لي رايك في تعليق. وفي النهاية السلام عليكم.